جوهر الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له أن يمارسها كانت هذه أبرز نقاط البيان الذي أصدرت الحكومة اليمنية من سقطرة ونشره رئيس الوزراء في صفحته البيان دع السعودية إلى إعادة تقييم الوضع الحالي وتصحيح الاختلالات التي تشوب العلاقة بين الحكومة والإمارات لكن ما حدث ويحدث يبدو بعيداً عما تمنت الحكومة في البيان وما قبله فاللجنة السعودية التي ذهبت إلى سقطرة لحل الخلاف بين الحكومة والإمارات عادت كما أتت دون تحقيق أي نتيجة فهل يعد ذلك فشلاً سعودياً في تدارك الأزمة أم غطاءاً لتسهيل مهمة الإمارات مصادر حكومية قالت إن الرئيس هاد الذي لم يصر حتى الآن وجه رئيس الوزراء بعدم مغادرة الجزيرة إلا بعد مغادرة القوات الإماراتية مدعي إلى ذهاب هو المشاريع التي أكثتها الإمارات موجود هو ذهاب ليضع حجر أساس لمشاريع أردي موجود هذه رئيسة مركز أبحاث مقربة من صناع القرار الإماراتي تحتج على ذهاب رئيس الوزراء إلى إحدى المحافظات التي يفترض أنه يحكمها وتقول إن زيارته هي سبب الأزمة القائمة وآخرون يقولون إن الأمر محسوم وأن يقضت الحكومة المتأخرة لن تجدي هذه التصريحات الإماراتية أثارت موجة استياء كبيرة من قبل اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم بشكل واسع في المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بل وصل الأمر إلى نواة مقاومة مسلحة تتشكل في المهرى رافعة لافتات طرد الاحتلال الإماراتي المجتمع الدولي يتابع بصمت مريب الغطرسة الإماراتية في سقطرة واليمن ككل حتى منظمة اليونسكو المهتمة بشؤون المحميات الطبيعية لم تصدر أي موقف يستنكر ما تقوم به الإمارات ضد الجزيرة وثرواتها الطبيعية التي تتعرض للعبث بالرغم من أن مندوب اليمن لدى المنظمة قدم احتجاجا ضد هذه الممارسات وقال في تصريح له إن الجزيرة لا تحتاج لأي تواجد عسكري غير تواجد قوات الحكومة إذن ثبات حكومي في سقطرة ورئيس حكومة يواصل مزاولة عمله في إحدى محافظات بلده يقابل ذلك بعجرفة إماراتية لا تستند لشيء سوى رغبات الاحتلال والتوسع لدويلة اكتشفت نفسها مؤخرا وتريد أن تتجاوز قوانين التاريخ والجغرافيا ترجمة نانسي قنقر